أعلنت مدرية الصحة بالدقاهلية إطلاق قافلة طبية داخل قرية 49 الدرافيل بمركز بالقاس بالدقاهلية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة وتشمل القوافل جميع التخصصات الطبية تستمر لمدة يومين حيث قال وكيل وزارة الصحة بالدقاهلية شريف مكين إن القوافلة تشمل صرف الأدوية وإجراء الفحص الطبي للحالات المزمنة بالإضافة لتحويلها للمستشفيات لاستكمال العلاج وإجراء العمليات الجراحية جميعها بالمجان وأكد منصق القوافل العلاجية بمدرية الصحة بالدقاهلية رامز شوقي أن القوافلة بالقرية المستهدفة هدفها هو إجراء الكشف الطبي على أكبر عدد من المواطنين وإجراء التحليل والأشعة اللازمة